مع بدء القصف الوحشي الذي مارسته القوات التابعة للنظام على حواضن الثورة عن المواطنون من تدهور الأوضاع الحياتية وبالأخص منهم المرضى والمصابون والذين تضاعفت معاناتهم في ظل استهداف المستشفيات والوحدات الطبية وبحسب لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان فإن القوات التابعة للنظام لطالما تعمدت استهداف هذه المراكز والوحدات الطبية ضمن سياسة تفريغ مناطق المعارضة من مقاومات الحياة والاستقرار ونظراً لاستمرار هذه الأوضاع الصحية الصعبة لم يكن أمام أبناء المناطق الخاضعة للمعارضة في شمال سوريا سوى البحث عن أساليب أخرى لإنشاء المراكز الصحية إذ توصل الأطباء والأهالي وبدعم من بعض القطاعات الصحية الدولية إلى أن الحل الأمثل يكمن في بناء مشاف محصنة تحت الأرض وداخل الكهف والمغارات قصفوا مشافينا ومراكزنا في حماه حتى وصلنا لمرحلة أنه لم يبقى إلا مشفى أو مشفعين يقدموا الخدمة واتجه الناس إلى الشمال فطررنا في عام 2014 بالتفكير بإنشاء مشافي محصني تدعين المشافي القائمي بسواتر وكياس رمل وتراب ووالآخره وإنشاء مشافي تحت الأرض أو إنشاء مشافي داخل الكهوف استطاعت هذه المراكز تأمين ملاذ آمن لألاف المرضى لتلقي العلاج أو للإقامة بداخلها ريثما تتعفى صحتهم لكن في المقابل يبدي بعض القائمين على هذه التجربة الصحية الفريدة خوفهم وقلقهم من أن يطالها التخريب والقصف في ظل استخدام قوات النظام وحلفائه بأنواع جديدة من الأسلحة باتت قادرة على تدمير التحسينات المنيعة لهذه المراكز كما حدث مؤخرا داخل هذا المشفى أنا جبت على هذا المشفى على أساس أنه مشفى محصن صخور وجدارات استنادية ما مثل المشافى الباقية أنه هذا مشفى مغارة محصن وقوي كتير على هذا الأساس نحن جبنا لهون بس الصواريخ الروسية والطيران الروسية عبي يقصف 10 متار 15 متر الجبل أو الصخر عبي ينزل الصاروخ لأرض المغارة وبيفقع الصواريخ ما منعرف أشو نوعها ويبقى السؤال كيف سيكون دور ومستقبل هذه المراكز في حال استمر استهدافها من قبل قوات النظام وحلفائه ترجمة نانسي قنقر